طيب فأروح لعلاقة القرآن أو تعامل القرآن الكريم مع الثقافة العربية مع الثقافة الجاهلية خاني أقول عال الكثير يا دكتور من القيم التي تقوب عليها الثقافة العربية وصلت أنت مبكرا إلى أن هذا القيم لا حضور لها في القرآن طح أعطيك مثال مثلا الشهامة والشرف والمرؤة والنخوة والعرض هذه أبرز محاور الثقافة العربية وكلمات فصحة وفصحة ومستمرة وقائمة إلى الآن ممسحة ما له وجود كل الخمس أبدا على شعيدها يا دكتور الشهامة الشهامة والنخوة والمرؤة الشهامة والنخوة والمرؤة والعرض والشرف والعرض والشرف نعم كل هذه ما لها أي وجود في المصر فرجوني طيب وين يعني وش اللي ممكن لأنه هذا القرآن إذن الياباني وإذن العربي العربي بفهم الشرف شكل والياباني بفهم شكل ما سومنا نفهمها على أي استاذ يعني الياباني بفهم شرفه بالعمل شرفه في العمل في العمل أنه ينزح بعمله هذا شرفه أنه يتقن عمله الياباني هيك شرفه طيب العربي مهي طيب كيف تعامل القرآن مع زي هالمحاور هذه مع الرجولة والشهامة والشرف أنه يتعامل مع القيم الإنسانية اللي موجودة في جبال الألب وموجودة في جبال السرواة القيم الإنسانية هالموجودة يعني البوذيين وعنا نعم أنه يتعامل معها يعني يعطيك مثال التنزيل الحكيم ختم التشريع الإلهي وختم النسخ الإلهي يعني الرب العالمي غير الشريعة من موسى لمحمد صار تغيير كبير ختم وختم المحرمات شو ختم المحرمات تحريمك بعد حدا يحرم المحرمات بالتنزيل الحكيم تاهد ختمات بعد التنزيل الحكيم إياك أن تحرم أي شيء إياك تمنع تنهى ما شيء يعني طيب يا أخي الدولة تحرم الدولة 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 تحرم قطع الإشارة الدولة تحرم الطبيب ينهى عن التفخيم بس ما يحرم لا ينهى لا والدولة تمنع التفخيم في الأماكن العامة وتمنع قطع الإشارة الدولة تبه الدولة تمنع الطبيب ينهى لا يمنع لأنه لا يملك سلطة لك طبعا ولهسبب بما أنه الدين لا يملك سلطة لا يكرهها في الدين هذا الفرق بين الدين والدولة الدين لا يملك سلطة الإقراء الدولة تملك سلطة الإقراء ولذلك تمنع ولذلك عقلها أن تمنع تمنع خلاص يعني سعاق تمنع يعني فيه لأنه تملك أداة المنع طيب الدولة تملك إيش أداة المنع وأداة الإقراء نعم بذلك الدين لا يملك أداة الإقراء ولا أداة المنع وينفيها أصلا لا يملكها لا نافية لا يكرهها في الدين نافية 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 يعني يعني انا اقول لك لا ما اقفل بيت ما عمل لك تسراب ولا عمل لك لا تسراب يعني لا وجودة لجنس الاكراه في الدين طيب وطي تقدر شواطها طبعا 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 الاكراه غير موجود في الدين بالاصل والاكراه بيحتاج الى اداة والدولة اذا لا تملك اداة الاكراه هي مو دولة طيب مشروط الدولة انها تمتلك ادوات الاكراه والدين لا يملكها ولذلك الدين يملك اداة الضمير سلطة الضمير مو سلطة الاكراه وين سلطة الضمير الامر قلناه انه انت لحالك اعطيك مثال فعل طاعة بنيت فعل طاعة انه ما فيه اكراه يعني انا متطوع شو مناد انا متطوع يعني انا نفسي ولذلك فعل اطيعه يعني اكراه موجود اطيعه نفسه يعني الاكراه موجود يعني الطاعة اصلا هي نتيجة للقبول هي نتيجة للقبول يعني ما فيه شيء انه انا اطيعه ما فيه شيء انه انا بلان بي